أستاذلك نبتدي بلقاء الغد إن شاء الله مصر والكاميرون توقعاتك تخوفاتك شايف الموضوع هيمشي إزاي لا هي أولا المباراة النادي أو المنتخب مصر بدأ ياخد الخط السليم له وبدأ التصاعد بتاعه من أول مباراة للتاني للتالت ثم وصلنا لسحل العاجل ثم وصلنا للمغرب وإحنا صاعدين فالمنحنة صاعد مش نازل كيرفي صاعد طلعين الهارمحن الآن شايف إن الفرقة بدأت دلوقتي تتماسك بدأوا متفاهمين بدأ كيروش يوضع إيديه على الخطط اللي ممكن يقدر بها أي فرقة قدامه بيلعب عليها على نقطة القوة ونقطة الضعف والإمكانيات الفرقة اللي قدامه بيحاول يلعبهم فين أستغل القوة يعني أوقفها فين الضعف إن أنا أستغله على أساس إن أنا أوصل أنا شايف إن شاء الله بإذن الله الطموح كله لنا والجماهير واللعيبة حست بنبض الشارع دلوقتي فأكيد إن هم عارفين إزاي هتقابلوا مع الكاميرون كاميرون طبعاً التاريخ طويل معهم لكن هنلاقي الكفة لصالح مصر يعني النتائب كلها لصالح مصر سواء بعدد المباريات اللي إحنا فوزناها أو بعدد الأهداف اللي إحنا سجلناها لكن الواقع دلوقتي المباريات بكرة لا تعترف بالتاريخ لأن التاريخ مش هو اللي بيلعب اللي بيلعب اللعيبة التاريخ يدينا قوة يدينا اطمئنان لا والتاريخ تضمن ظروف مختلفة ومدراء فنيين مختلفين بتكنيك مختلفة والشخصية كانت دايماً حضرة مش زي النسخة دي قعدنا فترة بندور على هويتنا في المرحل فالتاريخ ده لما نقول الناس يقول للتاريخ الماضي قوي الماضي كويس كل حاجة بس إحنا النهاردة المباراة مش هتعترف بتاريخك إن انت كسبت كم بطولة وكسبتهم قد إيه لأن في اللعبين مختلفين والمدربين مختلفين والأجواء مختلفة والظروف للمباراة مختلفة والإصابات اللي عندنا موجودة يعني حاجة غريبة هذا في عشرين وعشرين الإصابات اللي جات على منتخب مصر لأول مرة في تاريخ منتخب مصر يحصلوا اللي بيحصلوا ده يعني كان عندنا حارس واحد هو اللي يكمل البطولة كلها لكن دلوقتي دوبت ثلاث حرارة كويس إن إحنا معنا ربعة يعني أصلاً في قيمتنا فديها كويسة برضو ما كانش حد عارف إن ده حيبق في الحزبان ولا لا ترجمة نانسي قنقر